عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن ما أصاب أحداً مفعول به هم فاعل أصاب ولا حزن فقال اللهم إني عبدك اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك شوف ترالب أسألك العين كم حالة لأسماء الله في الحديث عد أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك كما قال الأخ أربع مرة أخرى أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ثلاثة لا أربع ولا خمس ثلاثة صح لازم نعترف ليش لأن سميت به نفسك ماهي واحد منه ماهي واحد منه سميت به نفسك هذا خلاص انتهى تهينا طيب لكن هذا اللي سميت به نفسك واحد من ثلاثة طيب علمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فسميت به نفسك خلاص سميت به نفسك انتهى سمى الله به نفسه بعد ما سمى به نفسه هذه الأسماء التي سمى بها نفسه واحد من ثلاث إما علمت أحداً من خلقك أنزلته في كتابك استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرح قال فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها قال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها لأن العظم أثرها وفائدتها الحديث رأوا أحمد في مسنده وابن الحبان في صحيحه وابن أبي شيبة في مصنفه والطبران في معجمه الكبير وأبو يعلى والبزار في مسنديهما وقد حسنه الحاوب بن حاجر رحمه الله في الفتوحات الربانية وصحاب بن القيم في إعلام موقعين وكذلك الصنعان في الإنصاف والألبان في الصحيحة هذا من أحاديث أدعية الكرب المشهورة في أحاديث الكرب أو أدعية الكرب أدعية الكرب وردت في أحاديث في آيات أيضا أدعية الكرب وهي التي تقال ليزول الكرب ويذهب الهم والحزن وليكون مكانه فرجاً وفرحاً وسروراً لأنه قال في الحديث إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحاً فهذه من أدعية المفرحة يعني تؤدي إلى الفرح إذا واحد قال ما عندك دعاء يفرح يفرح شيء يفرح نقول نعم يوجد هذا بالدليل قال وأبدله مكانه فرحاً إذن هذا حديث يفرح ما يعني من قاله موقناً به لابد أن يفرحه الله ويذهب همه وغمه وحزنه وحزنه يذهب ما هو هذا الدعاء العظيم اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك فذكر نفسه بصفته عبداً وذكر أصليه الأب والأم ابن عبدك ابن أمتك إذن هو يتوسل إلى الله بالربوبية والإلهية وبالفقر إليه أنا عبدك المحتاج إليك أنا عبدك الذي خلقتني وخلقت أبي وأمي ناصيتي بيدك يعني يتوسل إلى الله بذكر قدرة الله عليه وأن الله يتحكم فيه ناصيتي بيدك تأخذني تبقيني تمرضني تشفيني تفقرني تغنيني تضلني تهديني ناصيتي بيدك يعني تفعل بما تشاء شوه وكلما اعترف العبد لله في الدعاء بفقره وذله وحاجته وعبوديته وأرقابة الله عليه وهيمنة الله عليه أن تحكم الله فيه خلق الله له مثل شو أدعاء سيدي الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وهنا قال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك كلنا مخلوقين من مخلوقاتك من خلقك ناصيتي بيدك هذا مقتبس من قوله تعالى وما من دابة ما من دابة ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها أي شيء يتحرك إنسان حيوان جن إنس بهيمة أي شيء يتحرك ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها هذا قاله صاحب مرقات المفاتيح قال القرطبي رحمه الله في قوله ناصيتي بيدك أن يصرفها كيف يشاء يصرفها كيف يشاء ويمنعها مما يشاء وقال الفراء مالكها والقادر عليها ناصيتي بيدك تملكني وتقدر علي وقال القتبي قاهرها لأن من أخذت بناصيته فقد قهرته والناصية والناصية قصاص الشعر في مقدم الرأس الناصية قال ابن جرير إنما خص الناصية يعني ليش ما قال مثلا وجهي بيدك جسدي بيدك جسدي بيدك ناصيتي تحديدا يعني ليش ما قال رأسي بيدك عنقي بيدك ناصيتي قال ابن جرير إنما خص الناصية لأن العربة تستعمل ذلك إذا وصفت إنسانا بالذل والخضوع فيقولون ناصية فلان بيد فلان أي أنه مطيع له يصرف كيف يشاء يقول من جرير وكانوا إذا أسروا أسيرا وأرادوا إطلاقه والمن عليه جزوا ناصيته ليعرفوا بذلك فخرا عليه فيجزونها ويطلقونها كي يقال هذا أسيرهم أطلقوه فخاطبهم بما يعرفونه في كلامهم إذن العرب لهم مصطلحات عبارات معينة جمل كلمات شيء تعرفوا عليها خاطبهم بما يعرفون فإذن من ناصيته بيده خلاص يتحكم فيه فإذن حياة العبد وموته وسعادته وشقاؤه وغناه وفقره ومرضه وصحته وعافيته وبلاؤه كلها بيد الله سبحانه وتعالى والنفع والضر فإذا آمن العبد بأن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف يشاء لم يخف بعد ذلك منهم أخاف من الله ولم يخشهم وخشي الله ولم يرجهم ورجى الله ولم ينزلهم منزلة المالكين ولم يعلق بهم أمله ولا رجاءه فعندئذ يستقيم توحيده لأنه كله معلق بيد الله قال ماضٍ في حكمك شوف هذا الحديث ليش يعني الحديث هذا يعبر عن الخضوع الكامل لله ماضٍ في حكمك أي ثابت ونافذ إهلاكاً إحياءاً منعاً عطاءاً ماضٍ في حكمك حكمت عليه بأي شيء سينفذ ما لي مهرب من حكمك ولا معدل ولا محيص ماضٍ في حكمك العبارة التي بعدها عدلٌ في قضاؤك يعني ليس هذا كل هذه الاعترافات وكل هذا يعني أنه تفعل بما تشاء عن مثلاً كره مني ولا امتعاض مني ولا مثل يعني الواحد المغلوب على أمره ووكاره لا نافذٌ في حكمك مع اعتقادي بأن حكمك في عدل ما في أي ظلم ولا حيف ولا جور أبداً يعني يعني أنت تفعل بما تشاء وتعمل بما تشاء وأنا معتقد بأن كل ما تفعله فيه عدل هذا معنى ترى مهم للغاية لأن بعض الناس ممكن يستسلم للقدر ولكن إيش على امتعاض يعني يعني يعتقد أن الله يفعل ما يشاء يصرر في الأمور بس يقول لا بس هذا ما يستاهل كيف يعني يعني يقول ما يستاهل اللي الله سوا فيه تعالى الله يعني إيش أنت تعترض يعني يعني أنت الآن عندك أنت عندك الميزان تبعه هذا يستاهل وهذا ما يستاهل يعني أنت اللي عندك توزع على كيفك ولذلك لابد من الرضا أن تعتقد أن حكم الله نافذ فيك وأنك راضي عن هذا الحكم وهذا من المقتضيات رضيته بالله ربا يعني رضيته بالله ربا يعني رب يفعل فيه ما يشاء وأنا راضي بحكمه اللي يحصل أنا مرض افتقر صارت أي مصيبة أخذ لك ولدا أخذ لك راضي مستسلم عدل في قضاءك لأن تصرفك في ملكك وبمقتضى حكمتك يعني ما هو عبثي لا مقتضى الحكمة قال ابن القيم رحمه الله هذا يتناول حكم الرب الكوني والشرعي الشعي مثلا يا ربنا حرمت علينا الخمر حرمت علينا الرباء حرمت علينا لحم الخنزير حرمت علينا أي حرام أي شيء حرام ترى نحن مستسلمين وراضين مقتنعين تماما بهذه الأحكام هذه الأحكام ليش الشرعية والكونية يعني أمرضتنا أخذت منا أفقرت ضيقت أي شيء أيضا نحن مستسلمين وراضين بقضائك الشرعي والكوني لأن بعض الناس سبحان الله العظيم ترى هذا زمان الإلحاد الذي نحن فيه الآن شوف كلامهم في مواقع التواصل في المدونات أنا ما هو عاجبني كذا أنا ما هو عاجبني حكم كذا يعني كل الشرع بس هذا لا يعني يعبرون عن سخطهم عن أحكام شرعية وين الرضا بالشرع وبالقضاء وين قال ابن القيم هذا يتناول حكم الرب الكوني والأمر وقضاءه الذي يكون باختيار العبد وبغير اختياره وكل الحكمين ماض في عبده وكل الحكمين ماض في عبده وكل القضاءين عدل فيه الجواب الكافي وقد روى أبو داود وابن ماجا وأحمد عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء شفت هذه عاقبة التعرض للبدع والشبهات عاقبة التعرض لأهل الشبهات يقول سمعت شيء من كلام القدرية وقع في نفسي شيء مثلا طبعا فيه خواطر يجيب الشيطان يعني يعني بعض الشبهات يجيب الشيطان بس بعض الشبهات تسمعها في القنوات تقرأها في الإنترنت ما أرى واضحة وتسمع من قرناء السوء ومن أهل البدعة فتح فتح قناة أهل البدعة فتح قناة أهل البدعة جاء هذا ابن الديلمي رحمه الله إلى أبي من كعب قلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي شوف مو الآن الناس يروحوا عندك الطبيب النفسي يقول له كذا وكذا وسوي لي هذا هذا الذهاب إلى أهل العلم اللي يطلعون الشبهات من نفسك يعالجونها هذا جاي صادق يقول حدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي شوف لاحظ في صدق يعني ما هو جاي للشيخ يقول والله يا شيخ لو تقول إيش عندك أشوف إذا كان هو أيوة أنت تشوف إذا كان يعني مو جاي تسلم تقول عالجني وأنا أقبل حدثني بشيء ينفعني الله به أو يذهب الله من قلبي قال أبي رضي الله عنه لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار كلام حاسم لأنه شبهات شبهات أهل البذعة شديدة قدرية هؤلاء من مصيبة قال شف الراغب في الحق يعني قال ثم أتيت عبد الله المسعود يعني ما اكتفى بالطبيب وراح طبيب آخر أيضا يبغى زيادة فقال مثل ذلك لأن هؤلاء أخذوا من مشكاة واحدة فلابد أن يتشابع حديثهم الصحابة أخذوا من الوحي فلابد أن يتشابع حديثهم من غير ما يتفقوا يعني ما ما اتصل عليه قال جايك فلان عنده مشكلة فترة قل له زي ما قلت لا أنا لا خلاص هو راح كذا فوجد كلام الشيخ هذا مثل كلام الشيخ هذا وجد كلام الصحابي عبد الله المسعود مثل كلام الصحابي وبي الحديث يعني ما اكتفى باثنين قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك قال الآن صار حديث يعني صار هذه المرفوع قال محققوا المسند إسناده قوي والصححة والألبان يحمي الله طيب أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك هذا فيه توسل إلى الله بأسماء الحسن وقال أسألك خلاص هذا توسل بكل اسم سميت به نفسك إذن هذا توسل بأسماء الله لأن فيه توسل بالأعمال الصالحة وتوسل بدعاء الصالحين هذا توسل بأسماء الله الحسنة وإن لا الأسماء الحسنة فادعوه بها قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنواع التوسل الجائزة كثيرة شرعية منها التوسل إلى الله تعالى بأسمائه على سبيل العموم ومن وحديث عبد الله مسعود في دعاء الهم والغم أسألك بكل اسم هو لك فهذا توسل إلى الله تعالى بأسمائه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم لأنه قال أسألك بكل اسم هو لك حتى المغيب عنه يعني هذا حديث قوي قوي الدعاء قوي قوي مفعوله قوي لأنه فيه تبارى حديث يتوسل إلى الله بكل أسمائه التي يعلمها والتي لا يعلمها بالتسعة وتسعين وغير التسعة وتسعين وما خفي علينا يتوسع الله بكل أسمائه وفي الحديث أيضاً أن أسماء الله الحسنى غير محصورة والبيهقي بواب عليه باب بيان أن لله جل ثناؤه أسماء أخرى وليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم لله تسعة وتسعون اسماً نفي وغيرها يعني حديث إن الله تسعة وتسعين اسماً لا يقتضي الحصر في التسعة وتسعين من أسمائه الكثيرة في تسعة وتسعين من أحصى دخل الجنة وليس معناه أنه ليس له إلا تسعة وتسعين وهذا طبعاً يكوننا إلى بحث هل أسماء الله بعضها عند الله أعلى من بعض ما هو الجواب؟ نعم الدليل الدليل الاسم الأعظم اسمه الأعظم اسمه الله الأعظم النص الذي فيه اسم الله الأعظم هذه الأعظم صفة صيغة تفضيل معناه أعظم من الأسماء الأخرى هذا معناه طيب إذن أسماء الله أيضاً مراتب عنده سبحانه هو يعلمها قال شيخ الإسلام قال الخطاب وغيره هذا الحديث يدل على أن لله أسماء استأثر بها وذلك يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين أسمى مئة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة متفق عليه أن في أسمائه تسعة وتسعين من أحصاها دخل الجنة كما يقول القائل إن لي ألف درهم أعدتها للصدقة وإن كان ماله أكثر من ذلك والله في القرآن قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فأمر أن يدعى بأسماء الحسنى مطلقاً ولم يقل ليست أسماء الحسنى إلا تسعة وتسعين اسماً انتهى قال ابن القيم الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل كما في الحديث الصحيح فجعل أسماء ثلاثة أقسام هذا يعود إلى السؤال السابق أسماء ثلاثة أقسام قسم أظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده وقسم استأثر به في علم الغيب فلم يطلع عليه أحداً من خلقه ولم يطلع عليه أحد إلا الله ولهذا قال استأثرت به استأثرت به يعني خلاص ما يعرف غيرك استأثرت به خلاص ما يعرف غيرك انفردت بعلمه فإذن هذا سؤال بأسماء الله الحسنى بأسماء كل اسم سميت به نفسك عرفناه واللي ما عرفناه واللي عرفه وغيرنا وما عرفناه واللي ما يعرفه إلا أنت طيب هذا أسألك بي أسألك إيش ما هو الشيء الذي يسأله هو سأله بي أسمائه طيب سأله ماذا؟ ما هو موضوع السؤال؟ أن تجعل القرآن ربيع قلبي وهذا الشاهد من الحديث الآن وعلاقة موضوع إصلاح القلوب أن تجعل القرآن ربيع قلبي ربيع قلبي الربيع الربيع معروف ما معناه الربيع خلاص هذا قمة ازدهار القلب إذا عاش القلب ربيعا خلاص مثل ما الأرض الآن أحسن شيء وقت لها الربيع فأنت يقول أجعل القرآن ربيع قلبي اجعل القرآن ربيع قلبي راحته فرحه فإذا واحد رتع في هذا الربيع اجعل القرآن ربيع قلبي فإذا صار فيه يسرح فيه فقلاص هذا الفرح واللذة وماذا تريد يعني ربيع والربيع سبب ظهور آثار رحمة الله في أحياء الأرض بعد موتها والمطر أليس أكون في الربيع يزول الجدب يزول القحط في الربيع قال الشوكاني أسألك أن تجعل القرآن كالربيع الذي يرتبع فيه الحيوان يعني يأتي وياكل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ويتلذذ وكذلك القرآن ربيع القلوب فالنفس تسكن وترتاح وتتغذى وألوان وأشكال وأطايب خذ ما شئت من هذا القرآن ومعانيه وبلاغته وحكامه وعبره خذ وإعجازه اجعل القرآن ربيع قلبي واحد ونور صدري يشرق فيه القرآن إذا صار القرآن نور الصدر خرص ميز بين الحق والباطل وصار عنده بصيرة وصار فيه نور مادة الحياة قال ابن القيم لما كان الصدر أوسع من القلب طلب له النور القلب يجول له جولات ويفقه ويعقل القلب الصدر قال نور لأنه أوسع وجلاء حزني ذهاب الحزن وزواله من القلب زوال الصدأ زوال الطبع زوال الران وذهاب همي والغم هذا الذي أقعدني صرت به كئيبا وذهاب همي وغمي في أشياء من الآلام النفسية تحصل بأمر سابق طيب وفي شيء ألم نفسي يحصل بسبب حاصل الآن وفي شيء ألم نفسي يحصل بسبب خشية أمر في المستقبل هذا الفرق بين الهم والغم والحزن اللي على شيء مضى غم اللي على شيء سيأتي هم اللي على شيء حاصل الآن حزن يجب لكن كله ألام نفسية إن كان من أمر ماضي أحدث الحزن وإن كان من مستقبل أحدث الهم وإن كان من حاضن أحدث الغم نعيد مرة أخرى تصحيحاً تصحيحاً أنت تكتبوه إن كان من أمر ماضي أحدث الحزن وإن كان من أمر مستقبلي أحدث الهم وإن كان من أمر الحاضر أحدث الغم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها طبعاً طبعاً قيل أشياء أخرى قيل الهم قبل نزول الأمر والغم بعد نزوله والحزن الأسف على ما فات فيه اختلاف بين يعني فيه تعريفها فإذا سأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه وغمه وقد جاء في حديث رواية بن السن من قال هن التماس ما فيهن أذهب الله عز وجل حزنه وأطال فرحه يا رسول الله ألا نتعلم وقال بلى ينبغي لمن سمع أن يتعلمها إذن الحف على تعلّم هذا الدعاء وعلى حفظ هذا الدعاء وفيه لجوء عظيم إلى الله وفيه سؤال الله وفيه دور القرآن في الصدور والقلوب المرأة هل تقول اللهم إني أمتك بنت عبدك بنت أمتك أو تقول على نفس النص هذا كلاهما صحيح ولذلك قال ابن تيمية ينبغي المرأة أن تقول اللهم إني أمتك بنت عبدك بنت أمتك فهو أولى وأحسن وإن كان قولها عبدك ابن عبدك له مخرج في العربية كلفظ الزوج والله أعلم يعني إذا قالت المرأة اللهم إني عبدك تقصد الشخص الشخص عموما ذكر ولا أنثى لا ينتفع بهذا الحديث إلا أهل القرآن الذين يتلون حق تلاوته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدوري